بديع البيان من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال صيغ الكلمات ومن ذلك إراده في السياق الواحد ألفاظاً بصيغة المفرد وألفاظاً بصيغة الجمع ففي قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يلاحظ استعمال القرآن الكريم للفظ النور مفرداً وللفظ الظلمات مجموعة وذلك لأن النور يشير إلى طريق الحق والإيمان وهو طريق واحد واضح المعالم لا لبس فيه فناسبه الإفراد وأما الظلمات فتشير إلى طريق الباطل وهو طرق متعددة متشعبة فيها ضلالات الكفر والشرك والجهل ومزارق الشهوات والشبهات فناسب استعمال الجمع معها لكثرة طرقها بديو البيان ترجمة نانسي قنقر